كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص وأضف رئيس الوزراء أن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال لذا يدخل القطاع الخاص ويتولى الإدارة وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم من ضمن الأليات أن تحتفظ الدولة بملكية الأصل ولكن تدي الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص أو في بعض المشروعات بيبقى هناك احتياج للتوسع وزيادة رأس المال فبيدخل القطاع الخاص هو اللي بيعمل زيادة رأس المال للكيان اللي موجود وبرضو يتولى الإدارة لكن تفضل الدولة بتحتفظ بحصتها كشريك مساهم في الموضوع ففيه أليات كثيرة جداً هو مش كلها بيع بالعكس ده البيع ده بيبقى واحد من أليات كثيرة جداً موجودة وده اللي يمكن موجود بالتفصيل في الوثيقة